تحسم خلاص بالنسبة للأهلي أنا شايف أن مباراة القيمة لها حسابات تانية بين الجمهورين أي جمهور طبعا بيحاول أنه هو يثبت لنفسه أن فرقته هي اللي أحق كانت بالدوري سواء حتى اللي بفعل حسم الدوري أو غيره طبعا بتبقى مباراة لها حسابات تانية أو بطولة تانية خاصة بالفرقتين بحيث أن دولة الاثنين هم ديربي الدوري المصري وأنا شايف أنها طبعا هتبقى بهاردو هتحتل حماس وتشجيع تاني خالص بعيد عن الدوري العيبة زي ما هي عارفة أنها خسرة الدوري هي ليها كل واحد لي حماس جوان وعايز يحقق انتصار داخلي أو نجاح لنفسه أنه يفوز على أكبر نادي تاني جماهيري جوه الدوري المصري مباراة طبعا ما لهاش حلقة أن الدوري تحسم أو الدوري ما تحسمش دي بطولة لوحدها الأهل يهموا أنه هو يكسب عشان يثبت أنه أخذ الدوري عن جدارة وأنه هو الأحق الزمالك يهموا أنه هو يكسب عشان ما يبقاش خسر كل حاجة الدوري وماتش زي دوت ويهموا أنه هو يكسب عشان يثبت أنه لا السنة دي كنت أنا الأفضل كنت أنا الأحق في عوامل تانية هي لضيعت مننا البطولة السنة دي كزمالكاوي يعني ولازم أن يعني لعيبة الزمالك تبقى عارفة نازلة عارفة أن ده يعني آخر فرصة ليها عشان تلحق نفسها عشان الترب بطولات اللي فاضلين اللي إحنا هنلعب عليهم متهيئة لده هيبقى أول دفعة معنوية لهم أن هم يقدروا يعملوا فيهم حاجة بالنسبة للزمالك حتكون رد شوية فرحة يعني بعض الفرحة لجماهيره يعني بطولة الأهل والزمالك بطولة خاصة وهي ربع بطولة بالنسبة للدوري طبعا لكن هي بطولة خاصة بأنك تبتيجي في أول السنة والسيزون بيجي لعبوا مع بعض تاني بقول ده فاز على ده كم مرة بتقلل فرق أنك الأهل بالنسبة للزمالك الأهل فاز أكتر بتقلل الفرق يعني حاجات زي كده مباراة القمة طول عمرها بطولة منفصلة ما لهاش أي علاقة بمين اللي خد الدوري أو من اللي خد الكاس الأهل والزمالك مع بعض في أي بطولة أو أي مسابقة بطولة منفصلة ما لهاش أي علاقة بمين اللي خد الدلع لو فيه تأثير يعني هيبقى تأثير على لعبة الزمالك إنهم عايزين يعوضوا خسارة الدوري فهيبقى تدافي عندهم أقوى للفوز عكس الأهل الأهل مبسوط ومنتعش فممكن ما يكونش إصراره بنفس قدر إصرار لعبة الزمالك الدوري طبعاً محسوم للأهلي طبيعي طبعاً إن الزمالك هيبقى نازل عايز يكسب الماتش عشان بوداك يبقى نبين للناس إنه هو عنده استعداد إنه هو في كمة تانية في دور تاني بيلعب مثلاً إيه على قصة إنه هو ممكن يكصل حتى فرحة الأهلي كده لكن بحيث طبعاً الأهلي هيبقى نازل اللي هو كده كده حاسم الدوري فهينزل يلعب بكل طبيعي وبعدوء الزمالك ممكن يكون عند شوية توطر بس طبيعي نازل من الزمالك هيبقى الماتش بوداول نقول ألف ومبروك أنا زمال كوي بقول ألف ومبروك نادل أهلي بوداول رحملنا كده يعني اللعبة بتاعتنا يعني متسهير شغل الدوري ببقول ألف ومبروك نادل الأهلي وهارد نتمن الزمالك لقاءة الكمة ليه طعم تاني وغرائب طولها لقاءة الكمة سواء أهلي أو زمالك لبقى ليه طعم تاني بالنسبة للأهلي أو الزمالك ده مباراك كمة مفيش حد يتوقح